اهلا بحضراتكم من جديد في مسائل القاهرة ومن ثلاث ايام وتحديدا من وقت اعلان حملة يعني الاعلان عن حملة بعنوان اخلاقنا واشتراك عمر خالد في هذه الحملة وهناك جدل شديد حول اشتراكه في هذه الحملة وقيادته لها بالرغم من وجود شخصيات حكومية فيها ومنها الوزير خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ودكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعدد كبير من الاعلامين والرياضين سبب الجدل ده هو وجود عمر خالد في هذه الحملة ومش بس اتهامه بانه عضو في جماعة الاخوان المسلمين وانه كان من اشد المنتمين لهذه الجماعة الارهابية وانه تأييد هذه الجماعة من قبل وظهر بشدة منذ احداث 25 يناير وحتى وصولهم للحكم ولكن اتهامات ايضا لعمر خالد بالتلون وشفنا مقالات وامبرح نقشنا مقال للكاتبة الصحفية الاستاذة ناشو الحوفي التي تحدثت من عمر خالد الذي تتحدثون عنه اي عمر خالد فيهم اذا يعني جدل شديد حول اشتراك عمر خالد الذي اعلن بعد ذلك اعتذاره عن الاشتراك في هذه الحملة وكلام كتير عن دكتور عمر خالد للدرجة اللي جعلت البعض بيرجع تاريخه لسنوات سابقة حينما كان عمر خالد في بريطانيا وعلاقته بالمسؤولين هناك النهاردة انا زي ما وعدت حضراتكم هفتح الملف وهسأل هل الدكتور عمر خالد قادر على قيادة حملة اخلاقنا ام انها محاولة منه للعودة للمشهد مرة اخرى هل حملات النقد اللي بيتعرض لها هتنجح في اقصاءه عن حملة اخلاقنا وعودته للاختفاء عن المشهد مرة اخرى ام انه سيعود قويا او ربما اقوى من دي قبل كمان هنعرض كل الاراء حوالين حملة اخلاقنا اللي بيقودها عمر خالد او اللي كان يعني هو موجود فيها ولكنه اعتذر عن الاشتراك فيها مع ضيوفي الكرام اللي منوارنا في استوديو مساء القاهرة دكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات اهلا بخضرتك نوارنا في مساء القاهرة شيخ ابراهيم رضا احد علماء الازهر الشريف اهلا بخضرتك نوارنا وايضا الاستاذ ماهر فرغالي البحث في شؤون الجماعات الاسلامية اهلا بخضرتك نوارنا وخلونا نبدأ النقاش من البداية الخبر كان بيقول من مبارح انه بالفعل عمر خالد اعتذر عن الاشتراك في حملة اخلاقنا ولكن مش ده السؤال السؤال من يلي هو نفى اليوم النهاردة نفى اعتذاره قال انا متطوع والمتطوع ما يعتذرش عن عمر زا كده فهو مستمر المرحب يعني هو يعني بيلعب الكلام ولا ايه ما علينا طيب انا يعني انا مش هحكم باراة ولكن السؤال هل عمر خالد يريد العودة للمشهد مرة اخرى يعني حتى من كلام الحديث بدأت به من هو عمر خالد يعني الاستاذ هناشوالبارح سألت من هو عمر خالد عمر خالد ها هو الاخواني باعترافه كيف هندخله تاني وسطنا هذا الرجل اعترف ان هو عده جماعة ارهابية هذا الرجل اعترف ان هو انتمئ لاخوان فيه ست فيديوهات موجودين عند حليك له وحليك تحب بتاع راديون رجل بيقول بلسانه انا بنتمئ لاخوان رجل بلسانه شغال الصبي لواجده غنين رجل بلسانه بيبوس ايد المرشد بتاع الاخوان هذا هو عمر فيديوهات حليصة رجل بيكتب في الكتاب بتاعه بيكتب الشهيد سيد قط اللي هو المجرم الارهابي سيد قط اللي هو سبب كل المصابي اللي احنا فيها النهاردة بيقول عليه الشهيد سيد قط عمر خالد انا هتكلم عن جزء ايه جزء هل هو اخواني بالمستندات بالادلة باعترافه واكلم عن تاني عن العلاقة المريبة بالاستطرارات البريطانية والامريكية بالادلة بالادلة انا باكلمش هوا كيف ها رجل اخي بيعمل افضلطرة جندو ليه بيعدو لإيه جندو ليه حالك بتقول جندو انا ده مش كلاني اه ده كلام يعني ايه جندو يعني حالك لما تفتح الكتاب هنا جورج يانج اللي هو رئيس المخابرات البريطانية الاما اي سيكس كتاب بتاعه منشور في 2007 وبيتكلم انه هو تأمي تجنيد وا 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 وفي فقرة من الفقرات بيتكلم فيها بيقول اشكال جيدة للتبشير الاسلامي في مصر يكون بها عمر خالد عن قز او على العمد بنشو صيغة من الاسلام الاقصر تسامحا وارتباطا بالاخلاق وا 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 ترك الكلم حركة السلسية تعطلك البرمج بس ده مش دلله على تجنيده يعني يا سيدي لما بيتكلم عن كده جورج يانج جورج يانج رئيس التخبرات البريطانية الخارجين الاما اي سيكس اللي بيقول بتسانه ده لسه عاولي حالك ادلة بالكامل ومين اللي ام بي ومين اللي عمل الكلام ده بس خلينا اولا في الجزء الاولاني هل عمر خالد اخوان ام لا عمر خالد اخوان باعترافه هذا لا يحمل الجدل هذا يعني الفيديو اللي موجود بتعلميس الحديدي اشتزال العلمين امي سويا بتتحاور معاه وبتسأله قال له ايوانو كنت بنتني بس هو قال كده كنت بنتني يعني ربما ترك صفوف هدي الجماعة هل هناك احد يترك الاخوان الا صروة الخرباوي محدش ترك الاخوان لا صروة الخرباوي عمر خالد عمل كتاب وسمل ازهاري ترك الاخوان واصبح مستشار للرئيس اه ماشي وكشف الاخوان وفضحهم لكن لما عمر خالد عمل كتاب قال الشهيد سيد قط لما عمر خالد ترك الاخوان كان بيبوسد الهضيبي في الفيديو يبقى ازاي ترك الاخوان ده قصة قصة الاخطر من ذلك لما عمر خالد كان هو شغال مع واجده كنيم 23 سنة وتفتحت له كل يعني اللغز اللي لازد دي من بتسأل عنه مين اللي ورا عمر خالد مين اللي بيزوقه قالوا حالك معلومتين زغارين جدا خالد عبد العزيز اللي هو وزير الشباب والرياضة حاليا عز الرجل عمر خالد كان عامل حزب اسمه حزب مصر المستقبل كان مين عامل حزب ده خالد عبد العزيز عمر خالد كان بيحاضر في نادي الصيد مين اللي دخلوا نادي الصيد كان خالد عبد العزيز ده ما كان عاده مجرس إدارة نادي الصيد ده وصائق ده مستردات دي معلومات فالعلاقة بين خالد عبدعزيز لوزير الشباب وعمر خالد يوم 6 مارس 2015 اتعاملت ندوة في وزارة الشباب حضارة عمر خالد وتم الإعلان عنها هو هو جمعية صنع الحياة عملت بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب أيام خالد عبدعزيز تم تعيينه في وزارة الببلاوي مش وزارة محلب وزارة الببلاوي فهي حديك لما دايما بتسألي إيه العلاقة بين خالد عبدعزيز وعمر خالد دا حزب مصر المستقبل كان أمين عامل حزب خالد عبدعزيز ورأي رئيسها كان عمر خالد خالد عبدعزيز كان عضو مجموز دارة نادو الصيد اللي فتح نادو الصيد حرج بتقول كلام يعني خطر يعني كلام على مسؤوليتها كتا شخصية علاقة الوزير بعمر خالد من زمان من كان أمين عام حزب مصر المستقبل هو دا سر عسكري محدش يعرفه من كان أمين عام حزب مصر المستقبل في 2012-2013 أي حدي أمين تفتح مين شوف من أمين عام الحزب خالد عبدعزيز من كان عضو مجرس دارة نادو الصيد أيام ما هذا الصيد اتفتح لعمر خالد خالد عبدعزيز من وقع برتقول تعاون بين جمعية الصناعة الحياة ووزارة الشباب والرياضة خالد عبدعزيز من فتح وزارة الشباب والرياضة لعمر خالد يوم ستة مارس 2015 خالد عبدعزيز أنا عاوز أول اتفاضل حضرتك اتفاضل حضرتك حتة الإخوان دي مش عاوزين احنا حتة الإخوان نأكد عليها جامد في حتة الانشقاخ لأن شخصيات كتيرة جدا كانوا في تاريخ مصر وليهم دور لعب دور أهم جدا مع الدولة المصرية وكانوا تركوا جامعة الإخوان المسلمين مش معنى أن أنا كنت في الإخوان السابق معنى أن أنا خلاص يعني الشيخ الشعراوي كان له دور فترة من الفترات في حياته مع جامعة الإخوان المسلمين هو قال كده ولكن ده على سبيل المثال شاهد محمد الغزال وغيره وغيره فبعد كده الواحد تحصله تحولات فريقة في حياته بيصبح شخص آخر بطريقة أخرى بالنسبة طبعا دم لا ينفي عن إخوانيت عمر خالد لأن أنا ممكن أتكلم عن ده لكن كواليس ما حدث في البداية في هذه الحملة أن عمر خالد كان يريد العودة لأضواء منذ ثلاثة أشهر تقريبا ما قبل الحملة كان بدأ يتواصل مع بعض الصحفين والإعلامين ويحاول أنه يظهر إعلامين يتواصل يعني يعني يتصب بعض يطلب من الصحفين أنه يجروا مع بعض الحوارات بعض اللقاءات يعود للأضواء مرة أخرى كان أغلب الصحفين وبعض الزملاء يعني حكولي أنا شخصيا هذا الكلام رفضوا هذه العروض يعني بدأ يفكر فيه طريقة أخرى ففكر فيه هذه الحملة وعرضها على فضيلة الشيخ على الجمعة المفتي ديارة سبق يعني هو صاحب الفكرة نعم وعرضها على الشيخ حسامة لازهري اللي اتنين وفوا عليها بعد كده نسحب منها الشيخ حسامة لازهري خوفا من الاستضام بمؤسسة الأزهر الشيخ حمد طيب لأنك أنت بتعمل حاجة موازية للأزهر واستمر دعامها الشيخ على الجمعة ليقدمها كمشروع تطوير الخطاب الديني للرئيس مشروع جديد أصمهم مطالبين طول الوقت تطوير الخطاب الديني ولكن هو عمر خالد اللي هيطور الخطاب الديني ده سؤال ده سؤال هنطرحه في نهاية الحالة يعني فهو خدوا الفكرة دي وقالوا خلاص فلما بعض الأطراف وبعض الناس قالت للشيخ على الجمعة قالوا لهم أنت الرجل لك يا إخوان قال لهم هذا الرجل جاء قدامي وقال أنه كنت إخوان واعترف بإخوانيته لكنه تاب من الفكرة الإخوان وبدأ يقدم عمر خالد للدولة ويقدم هذه الحملة على اعتبارها أنها حملة لنشر القيم والأخلاق في المجتمع لتطوير الخطاب الديني من هنا وكانوا اجتمعوا في الشيخ زيد العلم في فيلا في الشيخ زيد من هنا بدأت الحملة دي الكواليس ما حدث هنستفيد منها حاجة نستفيد أن عمر خالد صاحب الفكرة تاني حاجة أن عمر خالد كان يريد العودة للأضواء وعادة للأضواء من هذا الدور والشيخ علي جمعة اقتنع بالمثل اللي بيقول ما كان شراً بالأمس يمكن أن يكون خيراً اليوم وممكن النهاردة نستفيد بهذا الرجل في موضوع يعني جمع الشباب بدل ما هو يروح سلفي جهادي أو يروح داعش يروح لعمر خالد أفضل ده الوضع بالنسبة طبعاً لعمر خالد وإخوانيته وغيره عمر خالد هو حصلته تحولات عمر خالد ما قبل 25 يناير هو غير عمر خالد ما بعد 25 يناير غير ما هو عمر خالد عمر خالد كان في البداية إخوان مسلمين قدموا صفوة حجازي في مسجد المغفرة في العجوزة وبدأ من هنا عمر خالد يظهر في الأضواء بعدما كان لاعباً في الناد الأهلي بدأ يشتغل في الدعوة وبشكل جديد شكل الرجل العصري الشاب العصري الشاب اللي هو مش متقلد بالتقاليد القديمة للمشايخ ويظهر بهذا الدور الرجل الناجح الرجل العصري فظهر بهذا الطريق فلاقة قبول كبير جداً ظهر عن طريق رجل أعمال في إحدى القنوات الفضائية بدأ يلتقي بشخصيات زي ما التقى بالشيخ الهلايلة اللي هو مفتي للقصر الملكي في الأردن وله صور موجودة بدأ يلتقي بشخصيات السعودية وخليجية ذكرت شخصية عمر خالد في البداية إلى أن يصبح بيزنسمان في الإعلام ويعمل شركة إنتاج ده حتى قبل الثورة قبل الثورة حينما شعر بأن حصن مبارك سيسقط ظهرت شخصية جديدة لعمر خالد شخصية الرجل الذي يقول أن يعني النظام هذا سيسقط وبدأ يظهر كثوري مناضم في أيام مبارك برضو ظهر حاول يظهر بصورة يعني ظهر بصورة المنقس في موضوع العبارة مثلاً 2007 عبرت السلام هو عمل مؤتمر لإنقاذ الناس في 2005 الرسوم المسيئة ذهب للدنمارك ورغم رفض الجالية في الدنمارك ظهوره ظهر هناك على أساس أن هو دايماً طول الوقت بيبحث عن الأضواء وعن الظهور بعد الثورة على مبارك بدأ يظهر بصورة مغيرة تماماً صورة يعني الرجل الذي يتقاطع مع جماعة الإخوان المسلمين اللي هو دخل الدائرة هو مش في المركز الدائرة لكن هو على الهامش على الخط الدائري من بره بدأ يختلف معهم على تقسيم التورطة بدأ يزهر يعمل حزب جديد له حزب اللي قال عليه السيد الدكتور حزب مصر مستابل بدأ يتكلم بعد كده لما اختلف مع الإخوان على أنه هيدم المنشقين بتوى الإخوان بعد كده لما لم يجد جدوى من ذلك أعلن حل الحزب بتاعه واختفى عن الأضواء إلى أن عاد بهذه الحملة المؤخر الأضواء مرة أخرى قال كلمة مهمة قال أنه هو حاب يعود للأضواء وكلم بعض الصحفيين وبعدين لما ما حصلش تجاوب عمل الحملة دي وقال أنه يعني بما أنه مصر كلها دلوقتي بتتكلم عن تجديد الخطاب الديني وأنا أنا في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني فعمل حملة أخلاقنا وراح بيها للشيخ علي جمعة تجديد الخطاب الديني حضرتك يعني أحد علماء الأظهر الشريف هل من وجهة نظر حضرتك ترى أن عمر خالد هو الشخص الذي يمكن أن يجدد الخطاب الديني أو يشرف أو يساعد حتى على تجديد الخطاب الديني في مصر الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من علم المتعلمين وبعث الأمل في قلوب البائسين وقادنا جميعا إلى صراط الله المستقيم وبعد بحي حضرتك على الاستضافة وبحي أصدقائنا الأعزاء ولنا أن نقف أمام المشاهد الكريم لكي نقول في ما قدم أنا مش حابب أن أنا أعمل قضيتي عمري خالد بقدر يا أستاذة إنجي ما أتكلم عن حالة مزرية إحنا بنعيشها في جملة أخونا قالها ربنا يبرك فيه إحنا في مئات لعمري خالد النهاردة نفس الدور اللي كان بيمارس أيام مبارك اللعب بورقة الدين عن طريق أننا استخدم بعض زي ما استخدمنا الإخوان والجماعة الإسلامية والكلام ده البعض بيظن أننا الآن سنعيد نفس التجربة نحن من وقفنا بالمرصاد للجماعة الإرهابية ونحن من تعرضنا ونحن من أطلق علينا الرصاص في مساجدنا وفي شوارعنا وفي بيوتنا وما زال إلى الآن الجماعة لن تختفي خلي بالك عمر خالد بيؤشر لفكرة مهمة جدا أن الجماعة لم تمت ربما كانت الضربة قوية لكنها تعمل الجماعة الآن تنتقم ممن تنتقم ممن وقفوا أمامها واستطاعوا أن يوجهوا لها الضربات القوية وهم أهل الاستنارة في مجال الدعوة الإسلامية ما من عالم في مسجد من المساجد وأنا منهم إلا وندفع سمنا باهظا الآن بسبب تلك العدوات الدفينة لانخراط بعض العناصر الإخوانية في الدولة المصرية زي التمن اللي بتتصوير أنا في مسجدي يعني اللي بيسمعونا دلوقتي عارفين ما قدم عبر الشاشات وما قدم عبر المنبر النهاردة الجماعة الدينية أنا في المنطقة اللي أنا فيها في شبرة شبرة رمز التسامح الإسلامي المسيحي تكونت فيها مجموعة لحازمون حوالين في شريع الترعة وفي شريع شبرة وشفنا الأحداث دي وشفنا إطلاق النيران في دوران شبرة وشفنا الكلام ده كل النهاردة دول بينخرطوا في المجتمع على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا وأنهم مواطنون وأنهم شرفاء ولذلك شعورهم بالأمن شعورهم بأنهم غسلوا أيديهم من جرائمهم بيبتدي دلوقتي الجماعة تصدروا على إيه عليك أنك أنت بالعالم فلان في مسجده اعمل معه مشاكل حاول أنك تضيق عليه الخناغ حاول أنك أنت دايما تصطط في الماء العاكر ومن هنا لما شعروا بالأمان رأينا نموذج عمري خالد نموذج عمري خالد هو نموذج عايز يحرق المؤسسة الدينية وهذا كلامي وهذا رأيي شاء من شاء وأبى من أبى وهي عادتي أنني لا أتحدث إلا بقناعتي مهما كلفنا ذلك لكن دعم الشيخ علي جوم علي سيدة العزيزة يجب أن نقول أين الدولة المصرية الرئيس لأول مرة في تاريخ مصر نجد حاكم يمتلك رؤية لتطوير الخطاب الديني ويحاول هو أن يبدأ ده هو بيضرب نمازج بيحاول يضرب نمازج لكي يحتزى به أن الإسلام يجب أن يكون قوة دافعة لكي نتحرك إلى الأمام مبادرة أخلاقية يعني أنا مش شايف أننا بنتقدم ما عليش ويزعلوا مني أوي إخواننا كلهم في المبادرة النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب مبادرة أخلاقية رفيعة المستوى كان راست لفكر جديد من خلال تطوير الخطاب الدين كيف طور النبي خطابه الدين حكتين اتنين أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس غرس التنمية لن تقوم لأمة محمد قائمة إلا بالعمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بإن حضرتك تقدم الحلقة اللا لا دي لا هو يريد منك الآن على الهواء أن تؤدي هذا الأداء بإتقان ولذلك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن عايزين يا أستاذ إنجي نرجع للناس وعيوهم الإسلام الصحيح الطبيب ساب الطب وبقى مفتي المحامي ساب المحاما وبقى مفتي المحاسب زي عمر خالد ساب المحاسبة وبقى مفتي الرجل اللي كان بيطلع أنفار وكان بتعطى رحيل زي صفة حجازي بقى مفتي عاصم عبد الماجد القاتل بقى مفتي هنا إيه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يعني الأمة مش هتنام وتقوم الصبح تلاقي العلم انتهى ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضل الأمر الآخر اللي اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تطوير الخطاب الديني التصدي للخراف كلنا فاكرين الموقف الشريف يوم أن مات إبراهيم ابن النبي حدث من باب القدر اللي احنا بنسميها المصطفة بالتعبير الدارج ها إن الشمس كسفت طبعا كان بوسع رسول الله إنه هو يقعد ويفرح لأن الناس بيقولوا إن السماء والأرض حزينة عشان إبراهيم ابن النبي مات ولذلك الشمس مصطلع النهاردة هذا الأب المكلوم الذي فقد ولده وفلز تكبده صعد المنبر وقال أيها الناس اعلموا أن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ومن هنا المنهج العلمي بيقول لي أن من يستطيع أن يقدم رؤية للخطاب الديني هم أهل التخصص أهل المجال النهاردة في مزايدة على الأزهر الشريف نعم في بعض مشاكل داخل مؤسسة الأزهر الشريف نعم في صراعات دفينة بين الرموز الكبيرة نعم علينا أن نعترف بهذا ولكن أين الدولة المصرية إزاي الدولة المصرية النهاردة يعني أنا اللي أنا بشوفه في بعض الحلقات أرأ بتخرج تقول هذا الرجل مارس السياسة خلاص يبتعد عن المجال الدعوي لكن أن تكون حملة بهذا الكم من التجييش وهاء والدولة المصرية تظهر في الخفاء ثم يتصدر تلك الحملة من هم أبعد الناس عن التخصص فتلك هي المصيبة أنا مش أضيتي بقى أن هو فلاني الفلاني لا أضيتي أن هناك أمثال هؤلاء أو أمثال هذا الرجل كثيرون الآن ينتشرون بيننا بيتعملين نوع من أنواع التخدير نسينا اسم كرداسة واللي حصل للزباط والعساكر نسينا السحل نسينا أن الفتوى لما تطلع من غير المتخصص بتقضي على أمة الطبيب حين يقوم بإجراء جراحة حين يقتل فخطأ فهو يقتل مريض واحد أما من يتصدى للإفتاء فهو يقضي على أمة بأسره لولا جيش مصر ولولا أن قيض الله لنا راجلا احتكم إلى ضميره وإلى دينه وإلى ربه فحاول أن يخلص الأمة مما أصابها انظري شوف النهار شوف فكرة محمد حسن لما ويف في القاعة وقام قايم بقى على صوته وقال لابد أن نتخلص من الأنجاس هي كلمة اتقالي الأربعة الشيعة اتسأف خالي حد قاعد في بيته سأف بيته يتخرم وينزل عليه جحافل من أهل الإجرام يقتلوا ويدبحوا ويبتدوا يسحلوا الناس في الشوارع إحنا يعني ماذا نريد لهذا الوطن هل نريد لهذا الوطن أذين نتقدم تعالي للنبي صلى الله عليه وسلم مش هنقول الأزهر سيدنا النبي بيشبه حال الأمة بمجموعة من الناس استهموا سفينة يعني رجبوا في سفين فالنبي قسمهم لنصين فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أدنى الجماعة اللي في أدنى السفينة كل ما يعوزوا يشربوا يطلعوا واحد يشيل جردل يجيب ماء فطبعا واحد لأنه غير عالم وغير فقيق قال إيه قال إحنا لما بنعد على الجماعة اللي فوق كده بنحرجهم هل خرقنا في هذه السفينة خرق ده إحنا قريبين للماء عن اللي فوق سيدنا النبي يعلق على المشهد ويقول فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أنا حابب الحلقة اللي لادي تتوجه للدولة المصرية لمن بيدهم والأمر نقول لهم أين أنتم مما يحدث الآن أين أهل التخصص؟ عشان بس يعني إيه يبقى كلامك واضح بالنسبة لنا كلنا حضرتك موافع على حملة أخلقنا؟ الحملة طيبة لكن أن يتصدر الحملة هوليك على حاجة أنا ليه مش موافع على عمري خالد بصراحة؟ ليه؟ ليه؟ لأنني أنا لو اعتبرت نفسي عالم وهو ليس كذلك أنا يحرم علي أن أنا أعمل إعلانات لقنوات فضائية يعني لما يتطلع فكرة أنت الأسلاك الاشتراك اللي كان بيدفع للشيخ صالح كامل لما يجي الإعلام بتاع القطة وبعدين الراجل يقول خلي بالك القطة بتعرف الحلال من الحرام ما تسرقش السلك لما يجي الرئيس أو صاحب القناة نفسه يحج فيطلع الراجل اللي هيتصدر الشكل الوطني ده 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 وعز خاص ده دعية مدفوع الأجر خاص الدولة المصرية مش كده الدولة المصرية لن تقوم إلا على أكتاف علماء أفنوا أعمارهم في معرفة الحلال من الحرام والحسن من القبيح والخير من الشر إحنا كأننا بنقول مرحبا بالفوضى لما لاقي إن المحامي بقى هو المفتي والمحاسب بقى هو المفتي وإحنا شايفين اللي بيحصل لنا يعني حضرتك موافع على حملة أخلاقنا ولكن لا توافق على تصدر عمر خالد لهذا المشهد دعني أذهب لدكتور خالد رفعة لماذا تعارض عمر خالد هل تعارض عمر خالد بوجه عام أم تعارض اشتراكه في حملة أخلاقنا أم يعني هل عمر خالد هل تعارضه لأنه إخوان كما تقول حضرتك ولا لأنه متلون يعني ليه معارضة عمر خالد يا دكتور خالد بالضبط السؤال بقى ما خطورة عمر خالد أقول لك شوات معلومات صغيرة سواني كم يعني تعارض عمر خالد لأنه خطير خطير جدا عمر خالد أخذ دكتوراه هو رجل أصل محاسب أخذ دكتوراه من جامعة ويلز في 2010 من الأستاذ بتاعه لدى دكتوراه هو حاسمه جولد زير جولد زير ده مستشرك يهودي رسالة الدكتوراه تاعة جولد زير أصلا كان اسمها العقيدة والشرع في الإسلام بتثبت أن الإسلام كله مشتق من العهد القديم كله ده ماهمنيش جولد زير ده هو أستاذ إسلام البحراء إسلام البحير هو نفس أستاذه من جامعة ويلز برضه يعني عمر خالد كان ليه هدف بتجنيده عمر خالد في حياته من يوم ما بدأ لجهات النهاردة لم يسكن كلمة الجهاد إطلاقا أبدا في حياته عمر خالد بقال كلمة الجهاد نجاهد نحارب دهود أبدا عمر خالد قال لحالك معلوم عنه عمر خالد من جالة التايم اخترته من أكتر مئة شخصية مؤثرة في العالم وكده راح قابل في الترابيزة هينيك سينجر قال فرحان قوي بهينيك سينجر وينيك سينجر قال أنا فخور بما تفعله يا عمر خالد تهريك سينجر قال مش خالد اللي قال عمر خالد في برنامج المواجهة مع عمر الليسي عمر الليسي سألوا سؤال محدد قالوا واضح كده قالوا إيه رأيك في العاملات الاستشهادية قالوا أنا ضد العاملات الاستشهادية قالوا طب لو العاملات الاستشهادية دي ضد ناس محتلة أرضنا قالوا لا لا ده موضوع عايز حلقة ما قدرش أتكلم فيه في نفس الحلقة دي دخل مدخلة صحفي طلعت رمح وقال له يا عمر خالد هل لك علاقة بالاستقبارات البريطانية أجب بنعم أم لا اتنرفز وقام وما ردش وأنا بقرر نفس السؤال هل لك علاقة يا عمر خالد بالاستقبارات البريطانية بليتل رك باسمه ليتل رك بمعنى أصح يعني أنا عايز حديك أحكي لك قصة أحكي لك القصة بس أنا بسأله بصراحة هل لك علاقة ولا عمر خالد يعني هو حريك جيب منين لأن حريك قلت كلام خطير حضرتك قلت من شوية أنه تم تجنيده وده كلام خطير ميصح في عاجي كده ده كلام أولا على مسؤولية حضرتك الشخصية ده مش كلام هنا مش خالد يقولي الكلام ده أنا بقولي حل لك علاقة بناء على المسندات اللي عارض أو المسندات اللي مع حضرتك تكفي لأن نقول أن عمر خالد مجند لو شفت المسندات هتقولي مش أنا اللي أقول طيب هل عمر خالد لما طلعت روح سأله مش ده برضو سؤال سؤال عمر خالد في حوار مع البي بي سي مع البي بي سي العربية كان قال جملة أو في منطقة الخطورة اللي في العالم قال إبن نص بكلامه قال لا يوجد بين المسلمين واليهود خلاف وأنه ياجب ياجب على الشباب اللي وإحنا المسلمين أن يتعيشوا بإيمان صادق مع اليهود أن مشكلتنا مع الدولة اليهودية إسرائيل هي مشكلة سياسية ولاست ثقافية ولو بد للسياسيين يحلوا الإشكال اللي كان نعيشوا بطمأنينة لأن المسلمين أصلا لاست لديهم مشكلة مع الدولة اليهودية لو كان يعني لو كان عمر خالد تم تجنيد وزي نقول في سيطة الدفور طيب تديني فرصة كمان أنا مطعتش حد طيب كمان أنا مطعتش حد لا أتفضل فعمر خالد كان دوره في برنامج أمريكي بعد فيديو الشهير بتاع رئيس مخابرات الأمريكية ما بيطلع بتكلم جيمس ورسي بيقول هنعملهم إسلام يناسبهم اتعمل برنامج أمريكي اسمه كونتكست اللي هو المواجهة عمل برنامج ده وحسمه بسر أكرمن رئيس قص بالعلوم السياسية في جامعة قصة كبيرة مع جون كيري والكلام المهم هذا الرجل عمل برنامج كونتكست برنامج كونتكست بعدها من على الحاجتين الجماعات المتطرفة نمولها ونعمل واحد للإسلام اللي هو هاي كلاس الإسلام السوبر الإسلام اللي احنا عايزين نعمله إسلام اللي مفوش جهاد مفوش حروب مفوش 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 البنت اللي عملت الكلام ده اللي عملت الكلام ده اسمها سامانتا شابيرو سامانتا شابيرو دي قدمت التأرير ورشحت اسم عمر كالد واسم عمر كالد في الوصائق بتاعت ويكي ديكس اللي متسربة مكتوب اسم عمر كالد تم ترشيح من الخارجية البريطانية ده في ويكي ديكس مش كلام خالد يعني ريت يطلع ينكر الكلام ده سيما انت شابيره ده قصة قصة تانية عمر خالد كان صديقه صديقه في بريطانيا لو عمضة لاندر الشيرو بسمه ريد كين ريد اللحمن كين اللحمن عشان هو بيعاد السعودية قوي وكان بيستقبله كاستقبال الملوك عمر خالد من ألفين و... بس ده مش يعني برضو مش دليل ديني فرصة ديني فرصة ديني فرصة جالك عشرين دليل وعلى بعض عمر خالد يعني بكلامه بتصرحاته اللي عمل بقى القصة دي كلها وعمل منظمة رايت ستارت في بريطانيا بعد ما مشى من مصر عمل منظمة اسمها رايت ستارت في بريطانيا رايت ستارت ولا رايت ستاب رايت ستارت اسمها رايت ستارت مش رايت ستاب منظمة رايت ستارت في بريطانيا دي حتى لما اقولك حكتين يعني قراء الرمز بتاع صناع الحياة الاولاني كان ايه كان ايه كان الشدوف العادي ده وفوق عين اللي هو رمز بتاع الماسونية بعدين اما الناس قالوا له عين ومش عين قالك لأ شيل العين هم كتب صناع الحياة وهم حط فوق عين حرف العين برضو العين الورمزة الماسونية يعني بيتحك علينا عمر خالد اتعملت الزائرات ستارت يعني عمر خالد ماسوني لا مش ماسوني نفس الفكر ماسوني نفس الفكر ماسوني هو الجماعة اللي اخوانها مش جماعة ماسونية في القصل يا جماعة هولي حسن احمد 500 جنيه اه حسن احمد عبد الرحمن السعاتي لو سمى بعد كده سموه بعد كده حسن البنة دفعتهم مين زي المخابرات دفعتهم هيئة قناة السويس اللي كان بتاعت البريطانيا دفعتهم هيئة قناة السويس لحسن البنة او حسن السعاتي ده كان اسم كده بعد كده حسب ما مشت بمخابرات البريطانية سلمت جماعة الاخوان المسلمين للمخابرات الانجليزية الامريكية وبدأت تكامل القصة دايما في التنظيمات الارهابية السرية بيبقى فيه بلان اي و بلان بي خطة بالاضافة زي عندنا هدوك ديسك بتتكلم في جماعة الاخوان جماعة الاخوان لما عملت التنظيم العادي بتاعها كانت عاملة بتنظيم موازي كمالي الهباوي وعبد الفتوح ومش عارف مين ومين ومين ومخدر نوح وواء بتنظيم موازي عامري خالد كان بيشكل او زي ما حدق قلت بالضبط اللي هو اخوان بلا عنف احراري الاخوان بدأ يعمل تنظيم موازي عشان التنظيم ده تحرق فبيعمل تنظيم اخر هو ده فكرة في جميع التنظيمات الارهابية طب عوزين بس نشرك مشاهدين معنا وهنستكمل الحوار وهرجع لحضرتك علشان ترد على ما تريد التعليق عليه ولكن معانا استاذ وحيد من الجيزة اهلا بك تفاضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفاضل عليكم السلام يا استاذ وحيد تفاضل ازاك يا استاذ انجي اهلا بك ازاك حضرتك ازاك زيفك الكرام ساعتك يا استاذ انجي انا مش مع الدكتور عامر خالد عن مصر دولة اسلامية زائد تسامع في الدين مش العم فلازم نقف مع دولتنا ونقف مع فخامة السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ربنا يخلهن رجل وطني ورجل ميا ميا فاي حد بقى الدكتور عامر خالد ان هو بقولك احنا مع حملة اخلاقنا هو كده كده مصر وشعب مصر الرجل شعب الناس محترمين وشعب فاهم واحنا ساعتك نأمل انا ليه طلب يعني بيدعى الموضوع شوية محافظ الجيزة المعارضة نزل على ارض الواقع وما بيسمحش يعني راح للعماير بقرية جرزة وفيه كبر اسم كبر الشاح مخل للازالة وما بيسمحش للمواطنين يعني نأمل ان محافظ الجيزة والكاميرا اللي كان معاه كان تصور المواطنين واتسجل مع اخطاء واستاذ وحيد صوت حضرتك وصل هو مش موضوعنا بس انا سبت حضرتك تتكلم علشان صوتك يصل ارجع لزملائي في الكنترول بس ده يعني مش موضوع حلقتنا النهاردة معانا تليفون استاذ حنان من الجيزة اهلا بك اتفضلي استاذ حنان من اسكندرية مساء الخير عليكم مساء النور اهلا بحضرتك الجلسة دي جلسة نميمة وشة جدا وقعب اول الكلام اللي انتو بتقولوه على العمر خالد لان ده ابن مصر وراجل محترم وراجل بيحببنا في الدين الاسلامي وحسس ان احنا تعلمنا في المبارس سفر في الدين ما يصحش ابدا ان انتو تتكلموا عليه بالشكل ده وتفضلوا تقطعوا في الراجل المحترم ده ابن مصر الراجل الشاب الجميل اللي كله اخلاق وكله صفات طيبة ومتربي احسن تربية وعليه بقوي وماله لما يبقى من الاخوان بس اخوان نظيف مش اخوان القذر الدموي اللي كان يعني اخوان نظيف يا استاذة وكان هيودينا في داهية لا 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 سوان يا استاذة لا 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 حضرتك يا استاذة هنأ عندك حاجة تانية حابة تقوليها قبل ما نعفل عيب قوي يا جماعة عيب البرنامج يبقى كله نميمة كده طيب أنا ستة حركت وقولي رأيك شكرا لحضرتك وأنا يعني محدش هيقول لنا عيب ومش عيب إحنا بنعرض لكل الأراء في البرنامج إحنا مش عاملين جلسة نميمة لنتعرض لحياة شخصية لأي حد من الناس اللي بنتكلم عليهم في البرنامج نحن حينما نتحدث الآن عن دكتور عمر خالد نحن نتحدث عن موقف نتحدث عن شخصية عامة في حياتها العامة مش في حياتها الشخصية فشخصية عامة بيتأثر بيها الجمهور والشباب في مصر ده من حقنا إحنا ما بنقولش كلام مرسل إحنا مصادفين ضيوف كل واحد لي وزده في مجاله وبنقول مواقف مسجلة بالصوت والصورة إحنا كبرنامج إحنا مش متبنيين رأي ولا متبنيين وجهة ناظر ولكن بنسمع كل الأراء وكل وجهات الناظر إحنا في برنامج ما بننمش ما بنكلمش عن حياة شخصية لإنسان وما سمعش حد يقولنا عيب ومش عيب إحنا سمعنا حضرتك حتى النهاية لأن إحنا ناس يعني بنسمع الرأي الآخر زي ما بقول لحضرتك إحنا مش ما نستهدف أشخاص ولكن نستهدف مواقف ونتحدث عن مواقف قد تتلون أو تتغير حسب الحياة السياسية الموجودة في البلد فضل حضرتك يا دكتور خاني يعني كلمة بتقول لإخواني نظيف أي إخواني في الدنيا بيدفع 7% من داخله للجماعة اللي بتجعمل أنابل وبتقتلنا مش إخواني نظيف كل إخواني هو مجرم إرهابي لا يعني ممكن الناس اللي ما شاركتش في أعمال عنف وكده هذا الرجل إن لما يقتل بيده بيقتل بماله ده لقم واحد حاجة تانية حضرتك قابلنا فيديوهات قابل فيديوهات حضرتك عارفها في قضية جروفة عملية رابعة خالة الشاطر اعترف بنفسه والاعترف متسجل بيقول إيه بلست عنا هو خالة الشاطر بشباب صناع الحياة ده خالة الشاطر يقول مش خالد وستة أبريل في صناعة مستقبل الجماعة الإخوانية كنوع من إحلال الجماعة بجماعة بديلة قوامها شباب وقادات معروفة ما أسمى استعداد للمستقبل لما خالة الشاطر الإرهابي المحكومة لبيت الإعدام بيقول إحنا استعنى بصناع الحياة وستة أبريل يبقى أخواني نضيف إلي بتتكلم عنه ده وجوه متعددة من الإخوان طيب حرجي بنا فيديوهات هنشوف الفيديوهات وبعدين هنرجع عاوز أروح لأستاذ ماهر علشان كان عنده تعليق من بدري على موضوع هل بالفعل تم تجنيد عمر خالد في المخابرات البريطانية بعد الفيديوهات هنعود وأنا استكمل الحوار عندي حلم حلم لولادي والأحفادي نفسي أشوفه نفسي أشوف مصر فيها تعددية مستمرة عبر الأجيال نفسي أشوف ولادي يقوله ده كان الرئيس السابق وشايفينه ماشي في الشارع ده كان الرئيس السابق سنة كذا ماشي وبيكن في وسط الناس ومش في السجن ومش خايف ومفيش مشكلة أنا نفسي أنا عندي حلم الحلم ده بيخليني أقول حاجة مهمة قوية أننا نقول مصر الآن وهم الإخوان المسلمين ظلموا كثيرا وتعرضوا لظلم كثير وأنا أؤمن بالمقولة التي تقول من ذا قطعم الظلم عرف معنى العدل من ذا قطعم الظلم عرف معنى العدل كثيرا كان يتهم المجلس العسكري أنه لن يسلم السلطة سلموا السلطة وهناك الآن من يتهم الإخوان المسلمين أنهم لن يسلموا السلطة وأنا أعتقد أن الإخوان تؤمن بالتعبدية وأننا سنسمع أن الرئيس مرسي كان رئيسا سابقا من غير ما يدخل السجن إن إحنا ممكن نلتقي بيه في الشارع ويقول أنا كنت رئيسا لمصر أنا الحقيقة داخل العمل السياسي وداخلين إحنا هذا الحزب عشان الانية دي هل ممكن نرى مصر فيها تعددية وولدنا وأحفادنا ينعمهم بعدم وجود حزب واحد يحتكر مقاليد مصر لسنين طويلة أنا أعتقد إنه هيحصل وإحنا عادينا دور عشان يحصل لابد إن إحنا نقوم بيه عشان كده عملنا الحزب ده عشان كده أنا فرحان بالأيدي الممدودة بيننا كلنا علشان نساعد إن عشان يحصل تعددية لازم يكون فيه أكثر من جهة بينهم تنافس شريف طيب دكتور خالد هاخد من حضرك تعليق سريع على هذا الفيديو قبل بروح للأساس بيه إخوان جماعة ظلمت كتير وتعود لأنه ما نزاق الظلم هيجرب العدل وكلام الفضل التهيئة اللي بحكاة دي وقعدين بيقول هو مؤمن رئيس مرسى يسيب الحكم هو مؤمن جماعة تؤمن بالتعددية وإخوان لو ما كان في عز إخوانت الدولة لما كان الإخوان مسكير رئيس جمهورية ونائب رئيس جمهورية ورئيس وزراء وبرلمان ومجل الشورى ومحافظين وكل حاجة أخوانوها كان عمر خالد بيقول الكلام ده في داف الحزب اللي هو بتاع مصر المستقبل اللي كان أمين ومين خالد عبد العزيز دكتور إبراهيم تعليق حضرتك كنت أعاوز تعلق على المتاصر اللي قالت انه دي جلسة نميمة وانه هو إخواني نظيف خلينا نقول حاجة مهمة قوي عامة الناس عالم دين دي جلسة نميمة احنا عاديم بالنمى دلوقتي في البرنامج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدة العزيزة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وهناك في الإسلام من سماهم النبي بأهل الحل والعقد هم المجموعة المثقفة المستنيرة التي تحاول أن تصل بالفكر المستنير إلى عامة الناس القضية هنا إيه القضية أن تم الإخوان قالوا لنا كلمتين حلوية اللي هي بتدفع عنهم قالوا نحن نحمل الخير لمصر فهل حملوا لنا الخير لم نجد إلا الخراب والدمار والقتل وسفك الدم لم نجد إلا تلك الصور المشينة والمؤذية خلينا نقول أن الغرب وبخاصة المخابرات الإنجليزية بتستهدف في مصر حاجة مهمة مصر دولة آمنة دخلوا من خلال الفتنة الطائفية مسلم ومسيحي فشلوا نتيجة الوطنية التي تتمتع بها الكنيسة المصرية سواء كانت الكنيسة الأرزوزوكسية أو الإنجليية أو الكاسولوكي الأضية هنا في إيه الأضية كيف نقسم الناس إلى فرق وإلى شيع قال عنهم الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نحن ننبه إن إعادة التجربة مرة أخرى ستدفع مصر سمنا باهظا هناك من يعمل على إنه عنده أمل إن المذهبية ستقضي على الأخضر واليابس ولو هي مش مصدقة يا ريت الناس في ليبيا عملوا زي ما احنا عاملين مع حضرتك اللالادي ما كانش ليبيا وصلت للوضع ده ولكن لأنهم اعتبروا إن الطيارات الدينية هي من تملك أو الطيارات المتأسلمة التي تاجرت بدين الله عز وجل واشترت به ثمنا قليلة تقول لنا في أي تقول لنا القرضاوي بعمته وهو قاعد في قطر اللي فيها أكبر قواعد أمريكية عمال يحرض على قتل الجيش المصري وعلى قتل الشرطة المصرية ما شفنا لهش غضبة من القواعد الأمريكية المحتلة لدويلة قطر هتبقى دي برضو نميمة يقولوا لنا أنا كنت في كوبنهاجن بعد عمر خالد مراح كان هناك استياء شديد جدا من الجالية المسلمة وقالوا يا جماعة احنا مواطنين بنحية في هذا البلد ما ينفعش إن هم يتجهلون ويبتدوا يعملوا خط مفتوح مع واحد ما له الصفة وييجي وكان واتقابله معاه وقالوا له لأ وحاول إنك انت ما تتدخلش في القضية ولكن دايما اللي بيتدخل لنشر الأجندة الغربية هو اللي بتفتح ليه أبواب الجامعات الغربية هو اللي بيجد الدعم المادي هو اللي بيجد المساندة السياسية طيب لو أنا داعية طيب كنت بعمل حزب ليه بس عشان أفهم يعني لو أنا مجرد داعية وفيه إخلاص في الدعوة أنا بعمل حزب دي هل ينفع الدعية يعمل بالعمل السياسي هي دي الأضوية بقى الدعية ملك لكل الناس حين يقوم الدعية بممارسة عمل سياسي خلاص بقى فصيل هنا دي المصيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنف على أنه سلفي ولا لبرالي ولا كذا ولا يساري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن دايما يقول له إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بحفيظ لست عليهم بمسيطر لما بيجي يفتأت على التخصص غير المتخصصين هو عنده قناعة أنه امتلك الناس وخلي بالك من حاجة مهمة قالت في أستاذ ماهر قالها فكرة أن الرجل يبقى معاه مفاتيح الإعلام ودي قضية أخرى السماوات المفتوحة أن أنا أستخدم ثقلي وحوة النعمة أننا أشتغل فيها أنت هتعملي حلقة هطلع عملك حلقتين بكرة هو دا اللي حاصل أنت مجرد ما نبيت على الموضوع دا اتعملت حلقة خصيصا بمساندة ودعم لهذا الفكر هذه الدولة لا طاقة لها على أنها تشرب من نفس الكأس إزدير وصل الأموال بتدعم مثل هذه الشخصيات دا محور حدثنا ولكن سؤالي لحضرتك كان لك قلت لي بالضبط كده أربع نقاط حابب تتوقف عندها ربما أولها النقطة التي تتعلق بهل عمر خالد هو عميل أو مجند أو جنة دا في المخابرات البريطانية نشوف نشوف فيديو تاني ونرجع نشوف الفيديو الآخر ونرجع نستكمل حوار شايف أن في رؤية طيب شايف أن في رؤية للنظام الحاكم للفترة المخبلة ولا الرؤية لسه موضحة لا يوجد نظام حاكم له آلة تنفيذ ثقيلة وقوية زي الإخوان لا يوجد رؤية الرؤية واضحة بالنسبة لك لا يعني له رؤية أكيد له رؤية موافقين على الرؤية وستصل بنا إلى شيء دا موضوع تاني والحزب يشاهد ويرقب وينافس ويقدم اقتراحات زي اقتراحات الدستور اللي قدمه طبعا عمر أنت كنت عضو في الإخوان المسلمين زمان طبعا ما فيش طالب متدين دخل الجامعة في التمانينات وما ارتبطش بالإخوان المسلمين يعني ما فيش طالب في فترة 83 84 85 دخلت الجامعة 85 دخلت الجامعة اتخرجت 88 دخلت 84 يصعب أنك تلاقي طالب في هذا التوقيت بيحب التدين ويدخل الجامعة وما يتعرفش على الإخوان المسلمين ويقترب منهم بس أنا مش بس الإخوان المسلمين أنا تعرفت على كل الطيارات وده من جزء منطقة لشخصيتي وبعد شوية أنها تتبلور وتقول لا أنا عايزة بقى في المربع ده اتعرفت على تبليل كل الطلبة طبعا اقتربوا من الإخوان المسلمين يعني بس ينظر أن تجي لي طالب في الجامعة في التمانينات دخل يعني هو بيقول أنه كل الطلبة انتموا للإخوان المسلمين في هذه المرحلة لسي كان يتحدث عنها ولكن ردت عليه الزميلة العزيزة لميس الحديدي وقالت طبعا مش كل الطلبة انتموا لجامعة الإخوان المسلمين ويعني فيه ناس بدأت بتبعت لنا يعني بتعلق على هذه الحلقة وعمر محمد أمين على صفحة البرنامج على الفيسبوك باعت بيقول أنه عمر خالد لا يعنيني أنه هو إخواني ولا مش إخواني ولا هو مع أي فصيل وإنما يعنيني أنه متحول وغير واضح وغير جدير بالقيام بالدور اللي بيمثله اتركه أستاذ خالد رفعت يشرح لكم حقيقة هذا الرجل حاضر هعمل كده وإحنا قاعدين بنعرض كل الفيديوهات اللي جايبها أستاذ خالد رفعت ولكن أروح لأستاذ ماهر وتعليق حضرتك طيب أنا ليه أربع إشارات على ما قيل من فضيلة الشيخ والدكتور ضيفنا الكريم بس في الأول الفيديو الأول اللي هو الأول اللي تم عرضه برضو ده ليس دليل يعني على شيء لأنه كانت لحظة حكم الإخوان لحظة خادعة لناس كتير مش عمر خالد الوحده اللي كان بيقول هذا الكلام إنه في شخصيات عامة وفي إعلميين لا ده في إعلميين وشخصيات عامة والإبرالين كمان كانوا بيقولوا نفس الكلام على جماعة الإخوان ده مش معناه أنها تهمة أو السيخة بعمر خالد الوحده لا كل الناس الناس كتير جدا قالت هذا الكلام دي واحدة الأربع نقاط بها النقطة الأولى اللي هي نقطة التجنيد في فرق كبير جدا ما بين التجنيد والتوظيف ونحن كباحسين والدكتور المفترض كراجل عنده مركز يعرف ده نازم نفرق بين المصطلحات جيدة التجنيد أنه جند بشكل مباشر أنه نصبح حميله وده طبعا أنا أنفيه طبعا عن الدكتور عمر خالد ده واحدة لاحظة واحدة بس لاحظة واحدة لا تخطيع المصطلح يجب أن يكون لدينا كل المستندات اللي كانت نقوم بعمل هذا وبعدين في نقطة مهمة إزاي يجند هل الدولة المصرية فيها جهاز المخابرات من أعلى المستويات إزاي يحصل ده وفين جهاز المخابرات بتاعنا فمن ينفعش أن أنا أقول كلام ده وفيه جهاز المخابرات بالعظمة دي بتاعتنا بتاعت مصر ده واحدة التوظيف ده حاجة تانية التوظيف ده اللي هو التوظيف والاستدراك طول الوقت الحركات الدينية الحركات الدينية في حالة توظيف واستدراك مع الغرب يعني زي تنظيم داعش هو تنظيم داعش كان حطت خطة تنظيم القاعدة حطت خطة الفين وعشرين نقيم دولة خلافة دولة منظور بتاعه خلافة منظوره وقام لحظة هو تحول أصبح داعش بعد كده وعمل الدولة قبل الفين وعشرين هو كان يدرك الغرب بذلك يدرك أن الفوضى هي الوسيلة الوحيدة لإقامة هذه الدولة هو قال كده في كتابه إدارة التوحش ده التنظيم إدارة التوحش قال هذا الكلام أنه أنا هعمل فوضى وعشان أقدر أقيم دولة فالغرب يدرك ده فقال لك أوظف ده لتفتيت المنطقة ففي حالة توظيف واستدراج أنت تستدرك دي الاحتلال العراق عشان تعمل دولة وأنا هدخل عشان أفتيت لك كل المنطقة نفس الكلام بالضبط نحطه على الشخصيات منفردة مستقلة مستقلة أن حالة توظيف مش معنى أن هنريك سينجر بيقوله أهلا بيك وسهلا أو بيمدحه معنى أنه هو كده بمغبر لمخابرات لا يعني عملية توظيف واستدراج طول الوقت الجامعات الدينية تحاول أن تستدرج الغرب والغرب يحاول أن يوظف الجامعات الدينية حتى لو أفراد مستقلين دي النقطة الأولى النقطة الثانية في موضوع الخطاب الديني اللي تفضل به فضلت الدكتور الدكتور قال لرؤية أنا مش محترض عليه مطلق لكن هو له وجهة نظر لا يوجد تعريف واحد ولا واضح لتجديد الخطاب الديني في مصر أتفق معك تمام يعني الدكتور له وجهة نظر معينة هتلاقي الأزهر له طريقة معينة في تجديد الخطاب الديني لو سألت رجل الأوقاف العادي الإمام العادي أنا سألت وكيل وزارة الأواف بالمني بقول له عنه خطاب الديني هو متصور أن تجديد الخطاب الديني هو مدح الرئيس في ناس بترى أن تجديد الخطاب الديني هو محاربة الفكر متطر ناس تانية أن تجديد الخطاب الديني محاربة الأزهر ناس تانية بترى تجديد الخطاب الديني هو تطوير مناهج الأزهر ناس تانية بترى تطوير خطاب الديني محاربة البخاري زي البخاري ناس تانية بترى في تصورات مختلفة أنا لو رأيت أن تطوير الخطاب الديني ومحاربة المؤسسة الدينية مما سلف الأزهر سأصطدم بالمؤسسة وهو أخسر ولو رأيت أن تجديد الخطاب الديني هو تدمير كتب التراث فأنا خطأ كبير التراث ليس مقدس ولكنه في نفس الوقت ليس مدنس لابد أن أكمل عليه في أصالة وفي معصرة وسأصطدم أيضا بعلماء الدين وهتكون نهاية زي إسلام بحيري إذن تجديد الخطاب الديني من وجهة نظر المتوضع إنه التنوير إنه الثقافة إنه تعليم الناس منظومة متكاملة تعمل لنا التطور لا أصطدم لا بمؤسسة دينية ولا أصطدم لا بكتب تراث ده تطور الخطاب الديني الحملة اللي هم عاملينها دي حشيء تاني بقى دي حملة أخلاق وقيم هنا لابد نحن نفرق في الحملة دي بين الحملة نفسها كمنظومة منظومة تدعو للقيم والأخلاق كلنا معاها وأنا أول واحد بدعم هذه الحملة للعلم لكن بالأشخاص اللي في الحملة هتجري في الحملة أشخاص رسميين دكتورة على الجمعة فضلت الشيخ على الجمعة وغيره 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 من المؤسسة الدينية ده ناس موجودين في الدولة وزير الشباب والرياضة يبقى إذن ناس رسميين ناس مستقلين زي عمر خالد ناس الدولة نفسها من الخلف الناس إعلاميين بتدعم هذه الحملة يبقى إذن الحملة مش كلها مش عمر خالد الحملة شخصيات متنوعة رسمية أو غير رسمية ودعاء مستقلين أو غير مستقلين والحملة منظومة قيم نحن مع الحملة ولكن قد يكون لنا وجهات نظر في الشخصيات اللي هي مشاركة في هذه الحملة طيب النقطة الأخيرة عشان ما تقولش على الدولة نقطة هل هذا كل تجديد الخطاب الديني يقضي على التطرف ويحتوي التطرف لازم أؤكد لك على نقطة غاية في الخطورة وغاية في الأهمية إن الدولة المصرية مش زي ما قال الدكتور أنها تمتلك رؤية في تجديد الخطاب الديني الدولة المصرية حتى الآن لم تحدد أي رؤية من الرؤية في تجديد الخطاب الديني السيد الرئيس لما طلع قال العلماء اللي هزهر وقال العلماء جددوا خطاب الديني مفيش نتيجة حتى لها هذه اللحظة شوف ناش خطة واضحة لتجدود الخطاب الدين تمام؟ الدولة لا تمتلك رؤية في التعامل مع الجماعات المسلحة والجماعات الدينية في مصر بما فيها جماعة الإخوان المسلمين هناك رؤية تقول باحتواء جماعة الإخوان المسلمين تمام؟ احتواء في جماعة الإخوان المسلمين الآن فيه فريقين متصرعين على الاستراتيجية وعلى المواجهة مع الدولة المصرية فريق محمود عزة وفريق محمد كمال تمام؟ الهارب والمرشد للفريق المتشد ده راجل بيهم المجموعات النوعية ودون مجموعات تانية الكلام ده الدولة عارفة كويس جدا هناك رؤية تقول الاستفادة بهذا الجزء ودعم يبقى ايزا ده رؤية رؤية تانية الاحتواء احتواء طيارات المنشقين ناس من اجهزة الدولة الامنية والاجهزة السياديا في الدولة تقول هذا الكلام الرؤية التالتة رؤية الاقصاء المباشر والعنيف لكل الجماعات الدينية في مصر دي مش بتعمل بها الدولة المصرية لان الدولة المصرية ترى ان الطيار السلف ممثلا في حزب النور كان مشاركا في 30 يونيو ولابد انا استفيد بهذا الحال وبتترك قطاع من الطيار الديني وتقصي طيار اخر وجماعة الاخوان المسلمين اذا الدولة المصرية لا تمتلك لا رؤية لا في الاقصاء ولا في الاحتواء والدلع زالة كمان ليبيا يعني في ليبيا احنا مختلفين هتلاقي الجزائر بتقوم باحتواء الجماعات المسلحة وتتحاور مع جماعات فجر ليبيا وهناك دول تؤمن بالحوار مع جماعات فجر ليبيا اللي هي الاخوان المسلمين عشان تقضي على تنظيم داعش وفي سوريا كذلك والدولة المصرية تؤمن بالاقصاء بايزا الرؤية مختلفة دي الأعرب عن نقاط الحديثة هاخد بس مادام ساوسا من القاهرة هي مستنيينة بقالها فترة انا بعتذر جدا لحضرتك يا مادام ساوسا اتفضع لي لا ما فيش اي حاجة انا بس هتكلم بسرعة في ثلاث نقاط سريعة اكيد اتفضع لي اول حاجة ان بالنسبة لعمر خالد انا كمواطنة مصرية وشوفت الطريقة اللي دخل بيها عمر خالد في المجتمع المصري والطريقة الممنهجة اللي بوز لنا بيها عقول الشباب انا مش بس بطالب ان هو ما يدخلش تاني في الحياة العامة المصرية لكن ده انا بطالب ان هو يتحاكم على كل التخريب اللي عمله في العقول الشباب دي اول حاجة ولا اوافد بتاتا انه يظهر تاني تحت الاضواء في اي مكان في مصر تاني نقطة اللي هي قال عليها الاساس ماهر تجديد الخطاب الديني انا شايفة ان تجديد الخطاب الديني يعني يشمل حاجات كتيرة من اللي حضرته ذكرها في كلامه يعني تجديد المناهج في الازهر تنقية التراث الديني لان مثلا في احد اساسات الازهر قال ان في ستين رسالة دكتوراه في الاحاديث غير الصحيحة في البخاري مركونة على الرقص يعلوها التراب في الازهر لان ما فيش ميزانية لطبعها لكن انا اعتقد ان مش حكاية ميزانية حكاية ان هم مش عايزين يعني ايه حاجة تجيب لهم مشاكل او نقاش بيريحوا عقولهم يعني من الموضوع كله فسيبنهم فوق الارفف يعلوها التراب وما بيضبعوهاش ويظهروها للناس علشان يحصل تجديد في الفكر الاسلامي دي داني نقطة فتجديد الخطاب الديني بيشمل اشياء كتيرة زي ما انا قلت لحضرتك تمام تالت حاجة انا بعترض اساسا يكون في حملة اسمها الاخلاق في مصر يعني دي اهانة للشعب المصري ان يتعمل حملة اسمها الاخلاق ليه ليه حضرتك شايفها ايهانة للشعب المصري انا شايفها ايهانة للشعب المصري شايف ان احنا مش في حاجة الحملة زي دي نعم شايف ان احنا مش في حاجة الحملة زي دي لا انا مش شايفة ان احنا في حاجة الحملة زي دي مش انا مش شايفة ان في بعض الهنات يعني في اخلاقنا وقيامنا لا انا شايفة ان في خلل لكن مش إصلاحه بإني أعمل حملة أسميها أخلقنا يبقى هو ده اللي هيصلح أخلقنا أنا شايفة إني أصلح منظومة التعليم تصلح أخلقنا أصلح اقتصادنا وألغي العشوائيات تصلح أخلقنا أعمل جناين وخضرة الناس تقدر تروح فيها في مكان ناقي في نهاية الأسبوع تصلح أخلقنا أنت عايزة تعالجي المرض مش العارض يعني بترجعي للجزور أنا بوحية حضرك يا مدام سوسن شكرا جزيلا لحررتك وصلت فكرتك معنا أستاذ محمد من قاهرة أهلا بيك تفضل أهلا أتفضل يا أستاذ محمد أهلا بيك يا أهلا بيك تفضل حضرك أنت أنا الحقيقة مش راضي تماما على الحلقة إيه 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 أنا بقايد تماما للأستاذ اللي قالت في الأول دي جلسة فعلا جلسة تنمينة مش ممكن مش ممكن واحد جلسة حلقة خاصة عشان تتكلمي على عمر خالد في حملة أخلاق البلد شايفها قدالك عملة إزاي وفي البلد منهارة أخلاقيا طبعا منهارة أخلاقيا تحد يقدر يقول كده طبعا الناس كلها متراجعة أخلاقيا أنا أمس كان عمري خالد عمان أقول يا طرق إخواني وأنا مش إخواني يا طرق إنت مسيحة وأنا مسلم يا طرق إنت تتبع السلفين وأنا مش تتبع السلفين يا طرق إنت مع الجيش ولا مع الشرطة الشرطة وحشة ولا كويسة إيه إيه ده إيه ده إيه اللي إحنا بنعمله ده رئيس من كان يوم بيفتتح مشروعات رهيبة سابوا المشروعات وعدنا نتكلم عن السجادة الحمرة ايه الإعلام ده؟ اي إعلام ده؟ انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا انا سمعت حضرك للآخر اولا احنا ما تكلمناش عن السجادة الحمرة احنا تكلمنا عن ال34 مشروع واتكلمنا عن هذه الانجازات ويعني رفعنا لها كل القبعة وما تكلمناش ولا سجادة حمرة ولا سجادة خاضرة ده رقم واحد رقم اتنين فيما يخص استاذ عمر خالد هعيد لحضرتك واضح ان حضرتك ما سمعتش راضي على المدام اللي كلمتنا من اسكندرية فيما يخص استاذ عمر خالد هو شخصية عامة بتعاود الظهور مرة اخرى للساحة في مصر موجودة في المشهد في مصر من حقيقة ان احنا ننقضها فيما تقوم به من اعمال هي مش جلسة نميمة لان احنا ما نتكلمش عن حياته الشخصية نحن فقط مرة اخرى مرة تانية وثالثة وربعة وعشرة نحن نقض فقط امام مواقف ونحلل هذه المواقف انا شخصيا كبرنامج احنا لسنا مع ولا ضد نحن نستضيف ضيوف لهم وزنهم ولهم ثقلهم ولهم اراءهم ولهم حجتهم ونستمع للاراء المختلفة ولكننا لا نتبنى رأي من الاراء نحن نناقش المواقف التي تتغير حسب طبيعة السياسة التي نعيشها حرك ساعة تانية في الاخر سؤال انت مش شايفة الاخلاق في مصر عاملة ازاي؟ بالتأكيد طبعا يعني لو كان في خلل في مجال من المجالات في هذا الموضوع لا يجب من يصلحه من يتلون او من يتهم بالتلون او من يتهم بتغير مواقفه بالتأكيد هناك بعض الخلل بالتأكيد ما نقدرش نغمض عينينا ونحط رأسنا في الرمل ونقول ما فيش حاجة واحنا قلنا كده احنا مش ضد حاملة ومش ضد اي مبادرة تبقى مبادرة جميلة لعمل لو صلحت حاجة واحدة فهتبقى مبادرة كويسة ولكن انا مرة اخرى ضد مواقف او نناقش مواقف قد تتلون او تتغير نحن ضد التلون نحن ضد التغير ومع ذلك احنا هنا في البرنامج ده مش ضد عمر خالد ولا مع عمر خالد احنا بنناقش معنا ايه موقف عمر خالد دلوقتي وبنعرض اراء مختلفة انا كبرنامج مش مشكلتي هو اخوان ولا لا ولكن مشكلتي اكتر من كده هل هو متلون ولا لا خلونا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم ونحن نوزل رسداد ستاني وفاع الشباب ويعان العزين وعينهم لا يعنى في الحال لحمد مصر ولكنها قد رابطة قدرية انه الحب لله انه رابطة لاني روحة كل هؤلاء الشباب بأهداف نسيق وقادتهم ونقول لهاؤلاء الشباب كلا تبدأ الو سيد محمد الحال الابو نصر سنين قضيلا اثبتوا اثبتوا على الطريق الايام الشباب حاضروا على اطار هذه الدعوة اثبتوا على طريق اعواتكم غير مثل هذه الدعوة اثبتوا على طريق اثبتوا على طريق اثبتوا بعمل كادم مجرم اخر طب ما هو بردو يعني عشان بردو أكون فوتل آخر عشان أكون فوتل آخر عشان أكون فوتل آخر إنه ممكن يكون خلاص تقييم الناس عملية صعبة جدا تقييم الناس والفرض عملية صعبة لما قيم الشخص صعب جدا لأن في تحولات فريقة بتحصل في حياة أي فرق يعني يبقى أنه ممكن يكون حقا له تحولات وحتى لو سبت وحتى لو سبت وشارك في حملة تقوم بها الدولة المصرية من ده حتى خلف لدعم الأخلاق للمجتمع وركب معايا في سفينة الدولة أنا شخصيا أنت بتقرر غلطة 2010 هي الأضياء في إيه الإقصاء ممنوع الإقصاء هو سبب مشكلة مصر هي الأضياء مش الإقصاء أنا حابب حاجة بس نحن نقول حابب نقول لما الحملة تطلع للناس يجب أن يخرج من يمثل الدولة كي يكون قدوة حسنة صالحة للتطبيق نتيجة لخطورة مفهوم القدوة حفظ الله محمدا بالعصمة ولذلك لما أراد الله لنا أن نتقدم إلى الأمام وأردنا نحن من الله أن يكون هناك مثال عمل تطبيقي أنزل الله تعالى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا خلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا ده تعليقا أهد تحترج للقراضاوي تعليقا ده حديث كانت تحترج للقراضاوي يا سيدي القراضاوي كان يات هنا كانت تفرش له السجد الحمد لا أنا معاك لا أنا معاك لا أنا معاك أقالوا عشرته لا 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 يا سيدي كان في الأزهر يا سيدي في الأزهر نفسه كانت تفرش له يعني إمتى إمتى كانت هذه الصور في أنهي وقت ده بعد أربعة خباسين بس ما فيش أراب جدا يعني هزي الصور قريبة جلغاية فأني وقت القراضاوي لا لا القراضاوي كان في 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 عصر الإخوان لا لا ما قبل الإخوان لا لا ما قبل الإخوان لا تنفين لا تنفين سنة ما بيجيش مصر لا لا ما قبل جماعة الإخوان المسلم كان يطلق في مؤسسة الدينية وكان عضو هيئة العلماء في مصر ألم يعود القراضاوي مع الإخوان هو إخوان هو إخوان ماشي هو رجل هو رمزي ألم يعود القراضاوي مع عصر الإخوان ده سؤال رجع 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 القراداوي معنى أن نروح أقبل إيده دي مش جريمة لأنه كانت علماء لازل بتقبل إيده برضا كل دي مش جريمة يا سيدي كانت علماء كله أنا اللي انت بتقبل إيده القراداوي فيعاصر حسن مبارك دي مش جريمة لكن هذا هو القراداوي الآن الذي يحرض ده رجال الجيش ورجال الشرطة المصرية والدولة المصرية إحنا أصبنا الناس بانفصان في الشخصية الممارسات دي تنفع يعني أنا عايز أفرق بين الممارسات والدهاء السياسي وعدم اللعب بورقة الدين لما فكر الرئيس السادات عليه رحمة الله أن يجعل من الدين ورقة سياسية كان من أخرجهم من السجون هم من قاموا بقتله النهاردة إحنا إذا حاولنا نقرب من المنطقة دي وانكرر نفس السيناريو على فكرة التليفونات أنت ممكن تفتحيها أقول لك مفاجأة عشان مش عايز حديك تنفعلي ممكن تسمعي ناس بتسيب وتلعن وعايزين أن الواطع يبقى على ما هو عليه لا أنا مش مفاعلة لا أنا عايز أقول لك حاجة مهمة عايز أقول لك حاجة مهمة أهل الإصلاح دائما لن يكون طريقهم ممهد ولا مفروشا بالورود والحق دائما يعني حاجة صعبة سقيلة على النفس أنا أضيطي يا أمري خالد زي ما قلت لك من البداية أضيطنا النهاردة بناء دولة عصرية جديدة بمرجعية دينية مستنيرة هي دي القضية سيدنا النبي قال إذا وصد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة من علامات الساعة إن أنا أجيب الرجل بتاع الشارع أقول له أنت الطبيب اللي بتعمل عمليات وانت كذا وانت كذا وانت فكرة غياب المعايير المهنية الإسلام هو أول من علمنا ما ده بسببكم يا فاضلت الشرع يا سيدي أقول لك ليه بس يعني أعيز أقول لك حاجة بس طب أنا أسمعك أنا ما تعتكش في اللحظة دي والله أسمعك والله أسمعك ما تعتكش خلينا أقول لك حاجة سهل علي النهاردة أعد أقول لك إيه إنت مش مقصر في مجالك وأنا مش مقصر في مجالي يجب أن نعترف جميعا بأن هناك تراهل حدث لمؤسسات الدولة المصرية أنا لا أستثني منها مؤسسة إلا المؤسسة الوحيدة وده مش تملق لا حتى لا يتبادر إلى الزه بدليل أن الواقع أثبت أن المؤسسة الوحيدة اللي شلت الشعب على كتفة هي مؤسسة جيش خلاني نتكلم بصراحة لكن هو التعليم مش بيطرادع ولا إيه هو الخطاب الديني مش بيطرادع من الذي سامح لجماعة الإخوان المسلمين بالأماكن الحيوية في البلد من اللي اداهم تصريح بالخطابة ويمكن لسه بنعاني منها إلى الآن من الذي فرش لهم الجامعات بالورود وسمح لهم بذلك كوني هرجع لمصطلح فكرة إن أنا أحاول آخذ الدين على إنه لعبة سياسية وأبدأ طيار يختلف مع طيار خلينا نقول السبب الرئيسي أن من كان يحكم كان لا يؤمن بتداول السلطة وأنا بقلتها في برنامج مرة على الهوى قلت أنت الآن لما بنمدح في فكر لحاكم معين البعض يقول لك إيه قص ممكن يدهن ويقوله إن تجديد الخطاب الديني إن إحنا ندهن الرئيس لا الرئيس لإنه مؤمن بتداول السلطة خلاص وهو عارف إنه ماشي ماشي وهو عارف إنه هو بداية لمرحلة جديدة النهاردة ما هوش مؤمن بنفس القناعات الأديمة اللي كان مؤمن بها الرئيس مبارك إننا نعمل فزاعة للغرب إننا أعمل وحوش وربي من الذي يسمى جماعة الإخوة من يجي يا جماعة نشوف المشاريع ونشوف أفخم محلات الملابس بتاع مين بتاع الجماعة دكت متهضة أفخم محلات للأساس بتاع مين بتاع الجماعة رأس مال إدروف 24 ساعة يعملوا مقارات لحزب الحرية والعدالة قصور في كل محافظة ده منين؟ ده كان بتدليل من الدولة المصرية لما تختلف إرادة الدولة وتقول إننا نحو هدف جديد بنقول لا العملية مش لعبة هنا يجب على الدولة المصرية أن تخرج وتقول لنا ده مين؟ وضعه إيه؟ وظفته إيه؟ أنتوا بتسندوه ليه؟ هي دي القضية لكن إننا أترك المؤسسة الدينية بفكرها سهل إننا نقعد نقول إن المؤسسة هي مقصرة ولكن هل إن هي معنى إنها قصرت في فترة؟ الحل هو هدمها؟ إن أنا أبيدها من الوجود؟ ولا إن أنا أحاول أمد لها يد العاون والمساعدة؟ طيب معي خديجة من إسكندرية أهلا بحركة فضالي أستاذ خديجة حضرتك معنا طيب أستاذ مهر تفضلنا هو فيه طبعا أنت حينما يتراجع الإسلام يعني العمل المؤسسي في الدولة في الدعوة بيظهر الدعاء الجدد أو الداعية الفردي اللي بيسميه الباحث الأوروبي باترك هاني إسلام السوق إن كان طالع بإرادة من الدولة أقول لك لحظة واحدة بس يعني لأنه المؤسسة الأزهر فيها مشكلات أول حاجة تسلف الأزهر تغول الطيار السلي في داخل الأزهر دو واحدة أثنين أصبح الدعاء الأزهري ينسحب دوره لصالح الموظف الأزهري بيروح يمضي وبيمشي بيعملش دور الدعوة بقى يعني في المسجد بتاعه والمنطقة وكلام ذا مش كل الناس وقليل من العبادة الشكور فيه ناس طبعا شغالة في الكلام دا فالكلام دا كله أدى إلى بروز دور للجامعات الدينية في الهوامش وفي الرياف وفي القرى واحتلالها هذه الأماكن وظهور واحد في شخصية زي شخصية عمر خالد إذا أنت متعبشي على عمر خالد عمر خالد بيؤدي دور هو شايف أنه بيؤدي دور صح تعيب على نفسك أن أنت قصرت في أداء هذا الدور النقطة الثانية إنه إنه إحنا لازم نشوف الأول نشوف الدولة راح فينه نمشي يعني أنا 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 واحد يعني شايف أن الدولة المصرية لابد أن تحدد هي عاوز هي بالزبط الحركات الدينية في مصر ده سؤال مهم خلونا نشوف الفيديو الأخير ونرجع لحضراتكم سبحان الذي أسرى بعضيه إلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وسيأتل يأتي المسجد الأقصى ويسأل المسجدون ماذا باعتم هذه المحاضرة الأخوة وغيرها ليست من أجل الإعجاب ولا نصمص كثير ولكن حتى نعود إلى الممكنة ويأخذ كل رحلة مما بورقة ويأتب ماذا باعتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين أما بعد أيها الأحباب فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين طيب كان دا الفيديو الأخير وكان هذا هو الفكر صبي واجدو غنيم رد حضرتك أو تعليق حضرتك موارد صبي واجدو غنيم يعني هو إخواني وحارد في ثواني عن حاجات حاجاتك تتكلم عن الأزهر ومش الأزهر ما الأزهر مختلط من الإخوان هو وكيل الأزهر الشيخ عباش شومان مش كان عن منصة ربعة هنضحك عنه في سنة كان معه 12 شيخ وعرفه منصة ربعة إزاي قطل من هذا الرجل إنه يجدد الخطاب الديني هو رجل كان في ربعة كيف يعقل هذا وقل غنيم بعد ما تقبض عليه ما كان مع جارة كوهين ضابط الأمريكي بخارة الأمريكي تقبض عليه في الكافيتيريا ورح عايت مع مونة الشازلي وعايت أفلام دي بعد ما عايت مع مونة الشازلي رح فيد رح روح نام في الفيلا بتاعت عامل خالد في ستبتوبر ده وقت ده وقل الغنيم اللي قال الكلام ده مش أنا اللي قلت الكلام ده ده وقل الغنيم نفس اللي قال الكلام ده عامل خالد في 2007 طرع في CNN و Fox News 23 تبين جريمة كده يعني تبيني فرصة نبي طرع في CNN و Fox News لا علاقة علاقة وقت غنيم مو يلي علاقة مو يلي علاقة مو يلي علاقة مع كل الطيارات يا بي ده واحد خين البقى البلد يعني أنا أتعاون مع الخاوة أنا أتعاون مع الإخوان وكل حاجة بررها بس هو الخير بالآن لا لا خير هو الخير يعني عبقى عليش المنطقة دي عايز نحسن فيها الجدل خلا نقول حاجة واحد في فرق بين حريتي الشخصية أنا النهاردة مش جاي نقش الراجل ده بيعمل هو حر أنا صراح أحب البحث لا 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 فهي قبيلة خموضوعية عامري خالد له حر لا هو له حر ان يبقى داعيشي له حر ان يبقى مستنير وليك حق انك تشوفه حلو وهو ليه حق لكن هذه القضية مش دي اللالادي أنا قضية اللالادي ان أنا كمواطن مصري اعتمان حضر والله يقول لا ما بقى اتعاكش اعتمانت الدولة عشان بس ما نتفهمش اقتصاد الحركة الشيخ برحث احنا بنقتمن مؤسسات الدولة على أمننا القومي سواء كان فكري أو غيره مش من حق أحد يصدر لحد ما هوش قدوة وما هوش مثال يحتزى به ويقول لي والله هو ده هي دي القضية عندي هي دي القضية القضية عندي الاختراق يا سيد العزيز انا ما لي عمر خالد هيشتغل محامي ولا محاسب ولا داعيشي ولا مسته استنارته انا النهاردة اقدر اقول لحضرتك انت بتتحدد دولة الدولة لا ما انا برجع انا بكلم الدولة دلوقتي يعني انا اجيب لك مهندس معمار يعمل لك عملية جراحية للادي هو ده اللي انت بتعملهولي دلوقتي انت جايب لي راجل من غير اهل التخصص بتحطهولي على منصة الدولة المصرية بعد ما تخلصت من القوة الغاشمة لهذا الارهاب وبتقول لي من جديد تعالى هو ده النموذج اللي يحتزل لي دي عضيتي هل الاخوان المسلمين المعتدلين فيهم يجوز احتواءهم وانه ميرجعوا كافراط المجتمع يشاركوا في المجتمع يا فندم يا فندم انا هقول لك ده سوال المهم طب السؤال انا هرد عليك لا هخلي الواقع يرد عليك انا هخلي الواقع انا هخلي الواقع يرد عليك مشانا هو عاصم عبد الماجد مشجيل حضرتك وللدولة وتاب واناب عمل فينا ايه بعد كده هي دي الاضي يا سيدي جريمة لا الفكرة يا سيدي العزيز زمر ما قاعد الرجل عبدو زمر في حاله لا دي الاضي احرامهم وانولحهم يا سيدي ايضا الدولة لا تقترب لم يرتكب ايه اعمال عنف يعني اللي ما ارتكبش اعمال عنف هم عادين سالمين دماءة الاخوان اللي في السجون ولي برا السجون ننشفهم وخلاص لا 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 سيدي العزيز انا بفرق بين حقين يبقى فيه حل يا جميع يبقى فيه حل برضو لا 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 لحظة نقطة نظام مفيش حد في السجون مع الوجه تهم طب اللي يطلع براها تعمل معه ايه بعد كده يراوح ايه تحتويش زي ايه امارس امارس سياسة امارس سياسة انا مططش حد حددك ما فيش حد في السجون يا استاذ مهر لا يوجد معتقلين في السجون يعني كل الناس مقدمين لمحاكمات ومحاكم براها اللي ياخد براها اللي ياخد براها خلاص خلاص اصبح اصورة وصنيقا طبعا اه خلاص خلاص يعني تكلم يعني لو طلع عمل مثلا الحاملة اذا عمر خلف كده نسيبه ولا لا احنا عمر خلف الأكبر من أنه هل هو إخواني أم لا هل هو متلون أم لا أنا أضيتي دولة أضيتي أن يظهر في حملة ترعاها الدولة هي دي الأضيية عندي لأنك أنت بتقول للشباب هو ده النموذج اللي يحتز بي أنت بتخلق طيار موازي للمؤسسات الرسمية هي دي الأضيية عندي الكلمة أخيرة من حضرتك حررتك يوم 29 يناير عمر خالد وقف في مدان التحرير وقال أن عندي 40 ألف واحد في المدان دلوقتي تحت قبري هل هذا دعية دينية؟ هل رجل دين ودعية؟ أم هذا تنظيم تنظيم ليه هدف وليه أجندة؟ حاجة أخيرة لها وقت تاني الاسراءات ستارت مجلس الإدارة بتاعها الورق اللي متقدم للحكومة البريطانية للإشار مقدمه واحد اسمه يعقوب ميشيل يعقوب ميشيل ده يهودي يعقوب ميشيل عنده مؤسسة تانية اسمها منظمات المجتمع المدنة المؤسسة الطريق مقرها الرئيسي إسرائيل ده بالورق موجود على صفحيتي صور بالكلام ده كله ده محامي يعقوب محامي وأنا روحت في لندن إديت لمحامي الورق مفيش أي مشاكل لكل مكرر رئيس إسرائيل مفيش أي مشاكل كل ده عادي برضه يا ناعة لازم نقول الأمور بمسامياتها هانا الدولة اللي شعش بها هذا طعم الدولة طردته من مصر يعني بننسى التاريخ هو مش عامل خالد اطرد من مصر لا لم يطردوه نفسه وليل ما اطرد هو قال كده وقال انه اطرد 2002 ما اطردش و2007 اطرد عامل خالد ماليش لون ممكن تمسكه من رأس يا ربي دير تمسكه من دير يا رب رأس هذه هي النقطة التي كنا نتسأل فيها أكتر من نقطة هل هو إخوان ولا لا على لأل هو أعلن أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان وإحنا في الحالة قديمة ما كناش بنفتش في ضمائر الناس ولا بننم على حياة شخصية لحد ولا يعني بنقول هو مستمير ولا لا هو إخواني ولا لا هو سلف مش دي مشكلتي أكتر من هل هو متلون ولا لا لو احنا بنعمل حملة عن الأخلاق فأهم حاجة ثبت عن المبدأ من الأقدر أن يكون عضوا في هذه الحملة من الأقدر أن يقود هذه الحملة من الأقدر أن تلاحقوا الأضواء لكي يكون قدوة لكل شاب أو كل شابة في مصر كان هذا هو السؤال بدون أن نأخذ موقفا كنتوا يعني بقدر الإمكان بسأل بطريقة الطرف الآخر أو يعني بطريقة الطرف الغائب ولسنا طرفا في برنامج مساء القاهرة في هذه القضية نحن لا نوجه سهمنا لعمر خالد ونحن لا نستهدف عمر خالد كل الاحترام لكل الأشخاص ولكن السؤال حينما نتصدر حملة بعنوان أخلاقنا من هو الأقدر لأن يتصدر هذه الحملة أيضا أنا لا أقول هل هو أو يعني لا أقيمه أنه أيوة هو جدير ولا هو مش جدير أنا طرحت هذا السؤال للمناقشة لمشاهدين علشان يقولوا رأيهم لضيوفي الكرام علشان يقولوا رأيهم إحنا دايما بنختار يعني ضيوف ممن يعني لهم باع طويل في الشأن اللي احنا بنتحدث فيه وهم مسؤولين عن آراءهم نحن نستعرض الرأي والرأي الآخر ومع احترامنا لكل الآراء وبنعطي الفرصة لكل الآراء إنها تعبر عن نفسها حتى الآراء من المشاهدين اللي كانوا بيكلموا بيقولوا إنهم يعني ضد منقشة هذا الموضوع أنا أفسحت الوقت كاملا ليهم ولم أقطع عليهم مدتهم فرصتهم إنهم يقولوا رأيهم ولهم من كل الاحترام يعني لو أنتم مختلفين في منقشة هذا الموضوع يعني اتفرجوا على موضوع تاني أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دكتور خليد رفعة صالح مدير مركز طيبة للدراسات شكرا لحضرتك دكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأظهر الأجلاء شكرا جزيلا لحضرتك والأستاذ مهر فرغاني الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك